مستياز جمال كنا نتحدث عن نجوم في منتقى مصر النهاردة ودايما هو مش بقولوا ما بيخدش حقه بس عشان بقى العادي بتاعه ما بندروش حقه يعني خلاص ده العادي بتاعك محمد الشناوي محمد الشناوي كريم احنا يعني اشدنا بالشناوي على مدار الشهرين اللي فاتوا كتير جدا فتفاوه شو شهرين ممكن تقول مسلا على مدار 24 لعا الشهرين اللي فاتوا بزيادة مركز زيادة محمد الشناوي هو حرس مصر الاول من منديال 18 فبنتكلم على خمس سنين او ست سنين محافظة على مستوى بشكل كبير جدا طبيعي طبيعي اي حارس في الدنيا هاتلي حارس واحد في العالم مستوى بيحصلوش ديكلاين او ما بيقلش في بعض الفترات لكن الراجل قادر طول الوقت من غير ما يتكلم ما بيتكلمش كتير محمد الشناوي طول الوقت حتى لو مستوى ينزل هو بيجيب مستوى تاني طب تعال نشوف محمد الشناوي وطريقة تصديه للانفراضات المشم الحالي هل هي بتبقى اولدت الصدفة ولا هي نتيجة التركيز وتكنيك ودايما دايما اشهر حاجة حد يطلع يطلع يقول لك حركة النجمة دايما في كورة اليد يقول لك الحارس لما ييجي يطلع هو دايما عشان يشغل اكبر مساحة من الجون مهم جدا انه يطلع يفرد يعمل باديل اتنين ورجليه لكن ميزة محمد الشناوي انه مش بيثبت هو بعديها بيبتفضل عينيه على الكورة طيب دي التصيوبة الاولانية لعلى محمد الشناوي النهاردة في وقت كان ابتدى الجزائر يضغب شكل جدي اصعب واحدة في المباراة كمل وامشي فريم 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 بس بس اي كمل كمل بس وقف هنا وقف لا ارجعتين ارجعتين الستريتشنج اللي عامل محمد الشناوي ده كريم هاجبهولك عامل السنادي في الدوري مرة واثنين وثلاثة واربعة رغم الاهل بيكسب اربعات وثلاثات كل المباراة تقريبا حتى في افريقيا فانت بتتكلم على انه بروح علي واحدة او اتنين النهاردة اتشاط علي واحدة او اتنين بتتسنقى كرة الجل اللي هي بعيدة تماما تماما عم سؤولية محمد الشناوي وعلى فكرة حاول فيها بطريقة مستحيلة صعبة صعبة جدا لان هو قريبة لان اسلام سلمان الكرة قريبة هو حارس طويل وتحت كمان وتحت ايده على طول هنا رغم ان الكور بص بص يا كريم بص على حركة اليدين بص على حركة اليدين اليدين مفتوحة بص بعدها اما يقرب محمد الشناوي الراجل بيحطها ايده وتفل مع راجلو ارجعتن 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 بص ارجعتن لا ارجع كمان شوية ارجع كمان شوية ارجع ارجع لا ارجع ارجع هيرجع خل Whitney children جاكر قبل ما تتشاط قبل ما تتشاط هتلقي وهو طالع بس بس واقف اقفن بس واقفن قبل ما يطلع وقبل ما انزل استيدي قبل ما ال MI يصوب هو نازل ايدين اتنين مفتوحيت عشان يقفل على المهاجم اكبر زاوية يقدر يخل الحاجة المهاجم مش عايش يحطar قوة في أي حتة جول. والكرة دي راحت في البعيدة. كنا هنقول لكرة دي مش مسؤولية محمد الشناو. طبعا لأنها صعبة جدا. قريبة جدا. لكن اهمية دي السعوبة. بس هو قفلها. انا ما تركش الشناو حارس كويس. ترك الشناو في حتة تانية. ليه في حتة تانية. عشان دي الكرات اللي بتخلي الحارس موجود في حتة تانية خالص. طيب. دي دي كانت اهم لقطة في المباراة. اه بالنسبة لي محمد الشناو. بالنسبة لي هي اصعب لقطة في المباراة النهاردة على اي من الحارسين. اللي بعد. اللي بعد. هبقى بعدية على طول. بص دي دي من هنا بقى بص من هنا اقربة كريم. صعب جدا جدا. حركة الرجلين مع حركة الايدين او ما مطلعش السبت وفتح جسمه خلاص. وده اللي يفرق الشناوي عن اي حارس تاني. كمل اللي بعد. اللي بعد. واحدة تانية بعدية يا الرجل واقف سابت معندوش مشكلة. ممكن دي سئ اللقطة في المتناول. كمل. كمل. كمل مشيها على صرعيتها عادي. اللي ممكن دي لقطة في المتناولة. وقف هنا بقى. وقف هنا. وقف هنا. وقف هنا. بصها كريم. الراجل دايما الخطوطين. بيضلم الدنيا. دايما بقولك ان حارس المرة مما يطلع. اول ما المهاجم يرفع عينيه عشان يحط الكرة. لازم لاقي الحارس قفل له كل الدنيا. ضلم له الدنيا. بلغة الكرة. ضلم له الدنيا. بص يطلع عينيه يعمل ايه? بسرعة. مشي له. مشي له. مشي له كمان. بص. قفل هاله. خلاها حطها في الشمحة في الدقيقة. حطها في البعيدة. الراجل عينه ويده ورجله مع بعض. التلاتة افتوية واحدة. كم. 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 نفس نفس الكور. نفس الكورة. طلع عفلاله تمام. رغم اختلاف اللعيب. رغم اختلاف الموقف. رغم انها انفراضات سهلة جدا. اللي بعدها. اللي بعدها. نفس القفلة. نفس القفلة. حرقة بأيدي الاتنين. ورجليه. كل ده انا بكلمك. على مباريات متتالية. في لقطات متتالية. انفراضات صريحة جدا. لو دخلت. محدش يحمله مسئولية الاهداب. فالشناوي. ربنا يحفظه. في حتة تانية. خالص. تاني. بنتكلم على الحراس جايدين. وحراس. بعيد قوي. عن محمد الشناوي. فمحمد الشناوي في حتة تانية. بعيد عن اي حرسة. حايل. ده فيما يخص محمد الشناوي. ووجيمة ده وحقه تلت وامتلت. خلاص. اللقطة دي.